ترجو ان تركزوا معي وتنتبهوا قليلا هذا الرجل تزوج مئة وثلاثين سيدة فطلق خمسا وثمانين منهن وبقي عنده وما زل خمس واربعون يا الهي كيف اقنعهن بان يتزوج وكيف يقسم الحب بينهن اذا كان يحبهن فعلا وقبل كل ذلك كيف سولت له نفسه القيام بهذه الخطوة الخطيرة يصفونه في مجتمعه في بلدة مغوري غربي كينيا بالخطير انه اكو كورينجر في التسعين من عمره وقد تزوج حتى الان اكثر من مئة وثلاثين امرأة هذا الكرسي اعد له خصيصا لرعاية اجتماع عائلي يحضره بعض ابنائه وبعض زوجاته وقد درجت العادة ان تصافحه اخر الزوجات هذه زوجتي الاخيرة لقد تزوجها عام سبعة وتسعين الزوجة الكبرى مريضة يأتيها اكو كو بنفسه ليطمئن عليها وهذه هي زوجة التانية لقد تزوجها عام تلاثة واربعين من القرن الماضي انجبت له زوجاته مئتين واثنين وستين ولدا مات منهم ثمانية واربعون وبالكاد يتذكر اسماء الاحياء منهم ربما من الشبه او من التردد عليه اما الزوجات فهن على الاغلب عنده ارقام سواء من فارقن الحياة او من ما زلن على ذمته من رقم واحد الى عشر مات منهن ثلاثة ومن رقم احد عشر الى عشرين مات منهن اثنين ومن واحد وعشرين الى ثلاثين مات منهن سبعة هل تحبهن جميعا؟ واذا كنت تحبهن جميعا كيف تقسم الحب بينهن؟ اللواتي لا يحبونني طلقتهن اما اللواتي يحبونني واحبهم هم الذين بقوا معي حتى الان يعيش اكوك الخطير في عالمه الخاص لا يؤرقه ضجيج المنظمات النسوية ولا يستمع لوجهات نظر رجال الدين هذه هي مملكته وهذه هي عاداته ايها المشاهد ارجو ان لا تقتدي بهذا الرجل ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر